هذه هي محمية إيراف إحدى المحميات الطبيعية في موديلية المقاطرة غيطاء نباتي حيوي ومتنوع يضم نباتات وأشجار نادرة تستخدم بعضها لأغراض علاجية وبعضها عطرية مثل شجرة الفروش كما تعيش فيها حيوانات برية متنوعة كالنمور وأشكال مختلفة من الطيور النادرة هذا غابة نادرة في بالنمور في بالطيور في بالطيور النادرة في بها شجار غريبة نادرة يعني وبكثيرة ما نقدرش نحصي أنواع الشجار في به أنواع كثيرة يعني وفي بها شجار عطرية وفي بها شجار مفيدة علاج وفي بها بس ما لقيتش اهتمام يا أخي المحمية الغنية التي تبلغ مساحتها أربعين ألف متر مربع والواقعة في المقاطرة بمحافظة لحج تشهد خلال السنوات الأخيرة تصحرا غير مسبوق في غطائه النباتي وانقراضا لعدد من الأشجار لأسباب غير معروفة كما تظهر هذه الهياكل الخشبية بدي التصحر يحصل في هذه المحمية والشيء الآخر أنه عندما صدر القرار اليوم لم تحتم أي قهات سواء في وزارة الزراعة أو في وزارة السياحة أي اهتمام فقط أنه صدر القرار ولكن لم يهتم العناية من قبل السلطات على الرغم من إعلانها محمية طبيعية بقرار جمهوري قبل نحو عقدين ونصف إلا أنها لم تلقى منذ ذلك الحين أي اهتمام في حماية بيئتها من قبل الحكومات المتعاقبة ممثلة بوزارتي الزراعة والسياحة كما لا يزال طريقها الجبلي الوعر الرابط بين المديريات وبعض المناطق قيد التأهيل نحن من خلال قناة بالغس ننفذ انتباه للمنظمات الرائية وزي الفاو والمحطمة بالزراعة يتم اللفتة الكريمة إلى هذه المحمية الطبيعية الحفاظ عليها وعلى الحفاظ على ما تبقى من نباتات طبيعية في هذه المنطقة يطالب المعنيون الجهات الرسمية في الحكومة والمحافظة بسرعة التحرك لحماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بالمحمية وإرسال فريق زراعي متخصص لدراسة ومعالجة دواعي التصحر الذي قد لا يتركها بخير سامح عبدالوهاب قناة بلقيس لحج